بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم وقفات مع آيات الصيام الدرس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه اللقاءات مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان يحفظه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاة فحيا الله فضيلته وأهلا به حياكم الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الكرام لا يزال الحديث في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقد تحدث فضيلة الشيخ في الحلقات الماضية حول قول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وطرحت بعض الأسئلة حول الاعتكاف وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي من هذه الآية العظيمة في قول الله تعالى فضيلة الشيخ تلك حدود الله فلا تقربوها لو بينتم هذا الجزء من الآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد بعد ما ذكر في أول الآية قوله تعالى فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فقوله جل وعلا ولا تباشرهن هل مخصص بقوله تعالى فالآن باشرهن فيدل على أن قوله تعالى فالآن باشرهن هذا في حق من ليس بمعتكف وأما المعتكف فإنه لا يجوز له المباشرة في أثناء الاعتكاف وأيضا قوله تعالى تلك حدود الله الحدود هنا المراد بها المحرمات إن الله حرم على الصائم أثناء والصيام حرم عليه الطعام والشراب ومباشرة النساء حرم عليه كل ما يخل بصيامه وهذه المحرمات هي حدود الله سبحانه وتعالى فلا تقربوها فالنهي عن قربانها يدل على النهي عن الوسائل التي تؤدي إلى الحرام ومن هنا استنبط العلماء رحمهم الله قاعدة تحريم الوسائل التي تؤدي إلى المحرمات فيتجنب الإنسان كل وسيلة تؤدي إلى فعل المحظور ومن ذلك أن الإنسان الصائم في نهار رمضان يباشر زوجته وينام معها في لحاف واحد أو يمسها بشهوة أو هي تتعرض له بالزينة فإن هذه وسائل قد تغري بالوقوع فيما حرم الله على الصائم فيتجنب الصائم والصائمة كل وسيلة قد تؤدي إلى إخلال بصيامهما فالله جل وعلا إذا ذكر المباحات قال تلك حدود الله فلا تعتدوها وإذا ذكر المحرمات قال تلك حدود الله فلا تقربوها فالمحرمات أمرها خطير ولذلك وضع الله لها حماية وهي تجنب الوسائل التي تفضي إليها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحنى يوشك وإن يقع فيه نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ إذن المقصد هنا بقولي تلك حدود الله المباشرة في الاعتكاف وأيضا عموم ما بينه الله في هذه الآية من الفروض وحدود الصيام وأحكامه ورقصه أزائمه نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ قول الله تعالى فلا تقربوها هل يفهم من هذا أنه تحذير للمؤمنين من مجرد الاقتراب الذي هو مقدمة الوقوع هذا ذكرنا قلنا يتجنب كل وسيلة تؤدي الارتكاب المحرم نعم مما يقرب منها من الأفعال والأقوال فالصائم يتجنب الأقوال التي تفضي إلى ثوران الشهوة كالكلام في الجماع ودواعيه وكذلك أشد من هذا النظر في الشاشات التلفزيونية التي تعرض فيها صور النساء وصور الفاتنات والمتبرجات فهذا حرام على المسلم أن ينظر فيها دائما وأبدا ولكن في حق الصائم يتأكد المنع لألا يفضي هذا إلى إفساد صيامه وثوران شهوته فيتجنب النظر إلى هذه الأشياء وكذلك سماع الأغاني الماجنة سماع المطربين والمطربات هذا أيضا مما يثير الشهوة وقد يوقع في المحظور لأن الغناء ينبت الشر في القلب ويزرع الفتنة في القلب فهو محرم على المسلم دائما ولكن في حق الصائم تجنبها وكل هذا يدخل في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها نعم حسن الله لكم فضيلة الشيخ أيضا قول الله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لو بينتم هذا المعنى شيخ نعم كذلك يعني مثل هذا البيان الذي بينته لكم في هذه الآية مما يباح للصائم وما يحرم وما يحرم عليه متى يباح له الأكل ومتى يباح له الشرب متى يباح له الجماع ومتى يحرم عليه مثل هذا البيان بين الله سائر الأحكام سبحانه وتعالى فإنه بين لعباده الحلال والحرام كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم وبين لهم ما يجب عليهم وما يستحب لهم وما يباح لهم كل ذلك بينه الله جل وعلا في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فما من شيء احتاج إليه العباد في دينهم ودنياهم إلا وقد بينه الله ورسوله في الكتاب والسنة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ تختم أو ختمت هذه الآية بقول الله تعالى لعلهم يتقون لو بينتم أيضا معنى لعل و أنه في بيان الحكمة من هذا البيان نعم بيان الحكمة من هذا البيان في هذه الآية وفي غيرها وهي أنه سبحانه وتعالى فعل ذلك من أجل أن يتوقع الناس المحرمات ويبتعدوا عن الوقوع فيها هذه هي الحكمة في البيان الإلهي أن الناس لا يكون الأمر ملتبسا عليهم وإنما يكون الأمر واضحا لهم حتى لا يقع في الحرج نعم التقوى فضيلة الشيخ لو تحدثتم عنها وأن أهمية أن يسعى المرء ليزيد قربه من الله عز وجل ومراقبته لربه التقوى في اللغة مصدر اتقى يتقي تقوا ومعناها اتخاذ الوقاية بين المسلم وبين ما يضره لأن يجعل له وقاية من الحر وقاية من الشوك وقاية من البرد وذلك بفعل الأسباب الحسية وكذلك يتخذ وقاية بينه وبين الأمور المعنوية وهياء العذاب والعقوبة والنكال العاجل والآجل يجعل العبد بينه وبين ذلك وقاية بالأعمال الصالحة وترك الأعمال المحرمة والتقوى كما فسرها العلماء معناها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى هذه هي التقوى وهذه حقيقتها أن تتقي المحرمات وأن تتقي العذاب فقد جاءت التقوى مضافة إلى الله واتقوا الله وجاءت مضافة إلى النار واتقوا النار وجاءت مضافة إلى النساء واتقوا النساء فهي وقاية من كل ما يضر الإنسان في حاله وفي مستقبله لأن يتجنب كل ما يضر من الأمور الحسية والمعنوية وذلك بفعل الأسباب الواقية من هذه الأمور إما الأسباب الحسية وإما الأسباب المعنوية نعم أحسن الله إليكم فضية الشيخ ونفع بما قلتم إنه سمع المجيب أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي استضرنا فيها فضية الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء فشكر الله لفضيلته وأجزل الله له المثوبة وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر